بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراف المرسلين إخواني في الله معكم دائما أخاكم في الله معاد مجموعة تربيعات الحسون والقناة بشكل احترافي إذا كانت هذه أول زيارة لكم على قناتي في اليوتيوب أتمنى منكم الاشتراك فيها هكذا حتى يصدكم الجديد والمفيد إن شاء الله بطبيعة الحال كما عودتكم درج جديد إن شاء الله إن شاء الله الجميع يستفيد منه بطبيعة الحال في الأعوام القليلة السابقة أخرج منه جديد إخواني وهو لابيرل موربيد هذا اللي كنت ترى لابيرل موربيد كان بزاف ناس ما يعرفوش يعني الفوائد التاحة ما يعرفوش الأصل التاحة ما يعرفوش لماذا يعني اكتشفوها الناس هذو وخدموها بطبيعة الحال إخواني في الله كلكم تعرفون البذور المستنبتة الكثير منكم يستعمل البذور المستنبتة يديرها في الماء يخليها تنبت ويقدمها الطيور التاحة فبعض الموربيين الأوروبيين يعني شتاكووا في بعض الأحيان ممكن ما يعرفوش يخصلوا هذوك للبذور التاحة فالبذور المستنبتة تحهم عفوا تتعفن في بعض الأحيان كانوا موربيين بزاف تتعفن لهم البذور وبالتالي ذاك العفن قد يؤذي الطيور بتاع البذور المستنبتة ذاك العفن أو الرائحة الكريهة التي تشموها يديروا بذور المستنبتة هذا كل العفن قد يؤذي الطيور تاكم لهذا الناس التي تحب تخدم اكتشفت برودوي لما فيهش المشاكل ما فيهش المشاكل كما البذور المستنبتة لهذا اختاروا ما يسمى بالبير موربيد البير موربيد فوائد تاحة عديدة فتحتوي على نفس الخاصائص تقريبا البذور المستنبتة تحتوي على الألياف بدرجة أولى والبروتينات الألياف والبروتينات الألياف تساعد على عملية الهضم تساعد البكتيريا الميعاوية على عملها وأيضا تعطينا البروتينات وبعض الأملح المعدنية والقليل أيضا من الفيتامينات لهذا نشوف هنا منتوج رائع ما شاء الله قبل مدة قصيرة لم أكن أستعمله فقط لما ذهبت لعمل يوم تقني في تيب بازا هذه الشهر ونصف الله فالتقيت بأخي الحسين أعطاني قال لي استعمل استعمل منه أشوف والحمد لله استعملت إلى حد الآن يعني كل شيء تمام فقط كان نصيحة باش ما تطيحوش الخطأ اللي طحت فيه هنا خصكم أي منتوج جديد تعطيه الحساسين اتاعكم أو الكناري اتاعكم ماذا بكم تعطيهنه يعني فقط القليل فقط يذوقوا فقط يعني تعطيه القليل كيوالفومليح تبقى تعطيهولو يعني بشكل طبيعي لهذا إما حتى ما يصاروش انشوك انشوك في الاسطومات وبالتالي ممكن نقيسلك الرش ولا ولا يمرض أنا عندي 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 مقنين طيقات للرش طح لي فوس مي ولكن عطيتها بزاف أنا كترت له لهذا ما تطيحوش في نفس خطأي راح إن شاء الله نوريكم طريقة الاستعمال هذا المنتج باش تفهمون إن شاء الله بون نعمره هذي شوف أنا أخوتي قبل الحساب هكذا على حسب توصيات الشركة المصنعة شوف إخواني دائما دائما نوضعه هكذا مثلا ونوضيف الماء الماء الموضاف هو ثلث مرات الحجم هذي اللي لكم تشوفها ثلث مرات الحجم هذي اللي لكم تشوفها وضعنا هكذا باش ما يتلف لكم لحساب باش الحساب يكون سهل شوفوا ها هي رفضنا هذي المكيال مثلا نوضعه هنا والآن نضيفه ثلث مرات ثلث مرات من الماء كما رح تشوف ان شاء الله ثلث مرات الحجم تاع لابير الموربيد اهي واحدة يعني عينيكم ميزانكم عينيكم ميزانكم كتشوفوا الماء اكثر بزاف ولا تتعوم اخلاص وقفوا لأنه حجم الماء يعني كما نقول وزن الماء وزن لابير موربيد ليس كيف كيف لابير موربيد خفيفة يعني مثلا ثلث مرات هكذا هذي راه كافية خلاص هذي راه كافية الآن ماذا نفعل إخوتي نستنو مثلا لمدة ساعة نستنو لمدة ساعة نخلي هذا الموربيد يعني تمص الماء هذا حتى نجيب يعني الماء من القاوش الماء من القاوش نجيب فقط لابير موربيد يعني انتفخد وشرب ذاك الماء كيف نجيب بعد ساعة تقريبا من الانتظار نجيب الباطي نجيب الباطي ونخلط مع لابير موربيد يعني هنا ضب الرأس عينك ميزانك ما كاش مقاييس فقط تخلطها مع لابير موربيد باش العصفور تساعة يأكل ان شاء الله هذا ما كان اخواتي تسنون لمدة ساعة تشرب كما قلنا الماء وتخلطوها مع الباطي وخاصة اخواني هذه نصيحة الناس التي تستعمل الباطي نشوف بزاف يعني باطي سك مدى بها تستعمل لابير موربيد لان لابير موربيد موربيد وتقدموها العصفور سواف القودي سواف المونجوار وموربيد احرار احرار تقدموها مرتين في السمانة جد كافية مرتين في السمانة جد كافية وايضا بالنسبة للطيور لان لاش هذه ليست طيور موالفتها فبطبيعة الحال يوجد بعض طيور تأكلها والبعض الاخر لا يأكلها في حال الطيور التي لا تأكلها ماذا نفعل نحاولها المعالف ننزع معالف البوذور ونترك لها صباح الباكر لما الطائر يكون جوعان ننزع المعلف البوذور ونضع معلف فقط من الباطي والبرموربيد نخليوها نصف نهار نصف نهار نخليوها نصف نهار مثلا من السبعة صباح حتى الوحدة تعلنقيل ونخليوها من بعد نجيو معالوحدة ننحيو الباطي ونخليوها ونضيف معلف معلف على البوذور لهذا الطائر إن شاء الله يصبح جوعان وما يلقاش البوذور سوف يأكل من البوذور وهي فقط المرة الأولى لأن الطعم السحة حلو يأكلها أول مرة خلاص لكم بعد يأكلها عادي إن شاء الله سأخواني المهم إن شاء الله ربي وفقكم وأي سؤال رانا في الخدمة إن شاء الله السلام عليكم وإحط الله وبركاته